اهلا وسهلا بكم عزيزي المشاهدين في كل مكان مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد مباراة نارية مثيرة جدا في الضقيقة 82 ينجح ماركو أسينسيو في احراز هدف التقدم لريال مدريد لتصبح نتيجة هدفين مقابل هدف ولكن الحكم بعد العودة إلى تقنية الفار يلغي الهدف بداعي التسلل وتصبح النتيجة حتى هذه اللحظة هدف مقابل هدف التعادل الإيجابي لقطة التسلل واضحة أمامكم على الشاشة هدف أسينسيو الملغي بسبب موال نجريرا تدخل في الهدف واضح جدا اللي كتفه معدي الخط بتاع التسلل ترجمة نانسي قنقر